ورجعنا لكم عزيزي المشاهدين مرة تانية عشان نبدأ معاكم فقرة مهمة جدا بنناقش فيها موضوع عن التغذية السليمة وتأثيرها على الطفل والأسرة احنا نتكلم عن الموضوع دوت تزامنا مع الاحتفالية باليوم العالمي للتغذية كانت يوم 16 عشرة ودوت كانت بالتعاون مع منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي الاحتفالية دي بيحتفل بيها أكتر من 150 دولة حول العالم وكانت شعارها عملنا مستقبل احنا تزامنا مع المبادرة دي والاحتفالية دي هنتكلم النهاردة عن التغذية السليمة وتأثيرها على الطفل مع الدكتور منتصر مهندس أخصائي التغذية بكلية طب أسريني أهلا بك يا دكتور منوّرنا النهاردة أهلا بك يا سيدا وفريق عددك الجميل والقناة الجميل وان شاء الله يوم سعيد عليك سيدا دكتور شرفتنا والله نورك يا فندم ونتكلم في الموضوع صراحة حيوي جدا جدا موضوع مهم احنا للأسف تأخرنا كتير عشان نعرفه وعشان نتعلم منه والمفروض في بداية كلامي ان السمنة دي مشكلة كبيرة مفروض ان بانطلع الولد إيه بي في المدرسة عارف ايه سنة وعارف ايه مخاطرها وعارف ايه أكل ايه ما أكلتش ده أولا دور تربية وتعليم قبل ما يكون دور طبي يعني برا في الخارج عارفين الحاجات دي بالطبيعي حاليك لما تختلط بقلأ جانبات لما نختلط هنعرف ان الولد منسوقه وعارف ان ده صحي وده مصحي لكن اسف احنا كمان الام تتجاوز وتتبر والبيت يونشأ وفي الآخر مش عارفين لا ايه ده هو ده صح هو ده غلط ده نطل حياتي مش الحاجة ساعة ده فعلا يا دكتور عند حداتك حق احنا فعلا عندنا ثقافة التغذية مش متوفرة قوي عند معظم الناس وينكن مقاين كان مستوائهم مقاين كان ثقافتهم فعند حداتك حق اسمح لي يا دكتور كون عايزين نعرف من حداتك ايه الأطعامة اللي لها تأثير مباشر على التغذية السليمة للطفل والأسرة وخاصة الطفل وإحنا في بداية العام الدراسي جديد زي بقول لحظاتك يعني الام هي هي محور هي المحور هي اللي بتعدي الأكل حاب تقول عليه بلاش مفهوم من أكل صحي وغير صحي يعني ده احنا اللي خلينا الأكل غير صحي احنا اللي خلينا الأكل ده بيجي سيمنا والأكل ده ما يجيبش سيمنا بعداتنا وتقالدنا وثقافتنا للأسف اللي احنا تأخرنا فيها كتير من احنا نعرفها كان فيه موضوع كتب يهراجوا عليه كده في الفيسو كلك لا ينشبك سيقول لانشبك لا لازم 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 الولد ياخد وجبة مدرسية لازم الولد ما ينزلش على ماء دفاضية ما هو أنا لو غزيت الولد صح الولد هيكز في الدراسة وهنا مستقبل بلد كلها يتغير الولد ينزل مركز في الدراسة ينزل يفطر كويس لازم كباية اللي هيبنة الصفحة علامة عالية عصر الله بيجي لازم الولد ينزل واكل ولد يصح على مدرسة اخرنا ساعة تمانية ماشي بانتحضيك صحيح متأخر بانتفروضي أم بتصحبها دي بتصحي البيت بتعمل نخصات في البيت حيوي يقوم لولد يفطر يعني هو اسلوب حياء أصلا لازم يأسس من الحياء اللي هو الالتزام بموايب معينة بأكل معين وخاصة الأطفال هو في مرحلة البناء ومرحلة البداية يعني الطفل ده مشروع يعني أسرة يعني الطفل ده هيبقى أب والبنت هتبقى أم فتفهم تتعلم ان لازم تتجمع عالصفرة لازم أفطر لازم أخوا معايا سندويتشات في مصر النهار أنا هبدأ أجوه ماشتريش حاجات مش شاهرة حاجات فيها مهودة حفظة حاجات أسهر على صحيحة حاجات تسيط تجيب لي سنة مفرطة في الآخر راح أشتيك الولد عنده سنة مفرطة ده الولد ده 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 مشروع تحرك تخيير لأ انت حضرتك ما عملت وشو الوجبات اللي بيه يحب الأكل وفي الآخر في نفس الوقت ما يجيره سنة الولد اللي عنده سنة تحاجة تتكلمني شوية على المشاكل الأطفاله كده والتنمر لا الولد اللي ما بيه عنده سنة بيكره حياته يعني بيصحابه بيتاريه عليه بيضع لها نفسه يعني في حاجة من المجتمع صحيح تأييد لكلامك يعني ايه التوقيطات المناسبة للأغذية ايه الأطعمة اللي فعلا ديها تأثير مباشر على الصحة وفعلا يعني تبقى أطعمة يكون لها استحباب وقبول من قبل الأطفال وفي نفس الوقت تكون مفيدة يعني عايزين رشتة من حضرتك عشان كل الأمهات اللي قاعدين بيشوفونا دلوقت انساء الله ونطع الله لازم اننا أفضل الصبح يعني يعني ما ينفعش الولد ينزل غير فطال ده حاجة تفاني عليها وخلاص كلامنا فيها الولد يرجع للمدرسة أعلم الولد ان لازم فيه وجب تغدى ماشي لازم لازم وقت العصر لازم بعض الناس بتحددها من الساعة 2 للساعة 4 لازم الغداء يبقى في الوقت ده يعني فعشان أكثر حاجز خمسة بعض العصر وحما قد دي ليه لأن فيه حر وفيه هرمونات وفيه غدد وفيه دينية تانية خالص الأم للأسف بتهملها نتيجة ضغط الحياة نتيجة ضغط المعيش اللي أفنا عايشينا لازم اننا فيه حدود يعني لازم الطفل يفطر الصبح قبل ما ينزل الساعة 7 الصبح بعد كده الغداء يبقى من الساعة 2 للخمسة والعاشة بقى يبقى عاشة خفيف يعني من الساعة مثلا حد الساعة 9 مساءات تارية ماشي بعد التسعة مش الوقت يروح يجي هيجي بالليل هيجوها فهيقوم الواحد وعالتلاج هيكل يبقى هو أول حاجة لازم يقفيه سيستم وموايد للأكل علشان ما تسببش سمنة وعشان ما تسببش بقى إيه تأثير بقى ومشاكل صحي طيب عايزين نعرف إيه بقى الأغذية إيه الأغذية المهمة اللي تقدر تفيد الطفل وتفيد الأسرة بشكل كامل هل يكلم عن الطفل الأول لأن الطفل طبعا عنده أطمام خاص بقى دي الأسرة بصحكة وبالنسبة للطفل ما فيش حاجة أسمع يعني الأغذية اللي تضرع ليه ليه أنا بقولها دائما إحنا عايزين للمهمة السليمة الأول الكويسة هو لازم يأكلها الولد لازم يأخذ بروتين لازم يأخذ كرهضيت لازم يأخذ نشويات لازم يأخذ أربعة عملت لازم يأضحكتين من الأربعة دول يجيبنا الزبادي بيض يا لبن لازم يأخذ اتنين منهم في اليوم ما عديش اليوم اللي ما يأخذ اتنين منهم أم أكتبه لأخص ما بيحبش اللبن طبعا أنا ممكن ألعب عليه ممكن أغير الولد يعني ممكن أن أنا أغير حياته أغير له طعم اللبن أغير له طعم الزبادي اللي هو ما يحبهش بأي حاجة لازم أم تكون شكرة أحط عليه معلقة عاصر حطله عليه فواكه اللي هو بيحبها ما فيش مشكلة خالبة برضو يعني أساسي أساسي أن هو لازم يأفيه بورتين في اليوم لازم فيه بورتين ولازم لولد يا فراخ يا سمك هي بقى تاني حاجة في رشدة الواجب السليمة للتفاق آه لازم فيه في اليوم لازم فيه فراخ سمك لحمة هيجي يقولك والله مش كلهم فراخ طب ماذا أنا ممكن أن نصال عنه وبيض ممكن برضو تاني أدي له حاجات فيها 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 أنا أنا ضده تماما مبدأ ده في حياتي أنا ماشي بيه مرة في الشهر مرة مش نستورة في حاجة عشان ما نحسش أنه أعلم نصحابه لكن الأصحة أن الوالد تعمل في البيت نحن لازم بورتين في اليوم لازم لازم فيه خضار لازم فيه فكهة لازم برد يأكل فواكه لازم أساسي برضو الفكهة مع بورتين في اليوم يقولك في الحال الاقتصادية مش ما فيه حاجات قليلة يعني فيه مش لازم أجيب حاجة يعني العقل الأسعار رهيبة جدا يا دكتور يعني الآن كان سعتنا نقول لهم البروتين والدلوقتي كمان فأأأأأأأأأأ الأسعار الخضار غالية جدا كيلو الطماطم ب10 جنيه وكيلو بطاطس في 15 كنيه والله دي ويدافع دا أفترة بمسuveر مستقبل حياته هيبقى مركز في دراسته ماίzamfer الحال الولد مهن لكمن الولد مش عارف إيش حياته دا بالنسبل للأطفال بالنسبل للكبر بقى فيه حاجات باقم عنه عليه اللي عنده سمنة. يعني اللي عنده سمنة ده ما ينفعش إنه هو يقرب لها تماماً. يعني مثلاً بنقول مثلاً الفوكي كلها كويس. بس بلاش الحاجات للصورات الحقيقة عالية. حسناً زاك يعني ما سألوصة بقت. يعني فأنا كنا ريساً نقولك إيه الحاجات اللي ممكن نتلفى فيها السمنة عند الأطفال. آه. فالأسف نحن بالكالل. الأطفال إما زي ما قلت حاكمة طولما الوقت الطفل إذا مش هدى ربنا عنه حاجات أما ما عندهش سمنة مفرطة. لكن لو كبير أنا هابدى عنه حاجات الصورات الحرائية بتاعتها عالية. عالية هو أنا وإنت وحياتنا كلنا مش هنعرف إن حرائها. لكن بره يعني في الناس اللي عايش حياتها وبتعرف تمارس رياضة كويسة. بتعرف إن حرائها مش هنعرف إن حرائها. يعني مثلاً المنجر. عنب. تين. بلح. موز. الخمس أنواع من الفاكرة إحنا خصناهم بالذكر وجنبناهم على صورات الحرائية عالية. فالولد مش هنعرف نحرائهم. فأكلهم فعالي الصورات الحرائية عندي. وعالي اللي داخل عندي. فمش هعرف أحرائهم فهتجري سمنة. فبقول له بس يعني بلاش الحاجة تدركين على جنب. يعني مش كل يوم. عشان ما تتجاه حاجة سمنة. انت حدثت دي وقت بتكلم الأطفال اللي عندهم سمنة. لكن الأطفال العاديين هي أبا كل الفاكرة مضح بالنسبة. هيش حياته عادي. ما فيش مشكلة خالص فيه. والولد الزواء برضو طفل ده محتاجي. بس حادثتك خلي بالك أن برضو الأطفال اللي عندهم سمنة ما عندهمش وقتا يعني هما في وقت الدراسة هيقدر يمارس رياضة زي. ففعلا لازم ياخد باله من وجباته ومن أكله. يعني أكله يقفه بروتين وأكله يقفه فواكه بس اللي حاجات اللي فيها سعرات حرارية مش عالية. فده ده بالنسبة لأطفال الكبار برضو يعني 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 يجي نعم في العاد يقولي لا ده أنا لازم الحاجة السعر. ده ده لد ميا بتاعتنا. فحي با تكلمنا ده باتش. يعني العدات السيئة. آآآ آآ. العدات اللي إحنا بنعنها لا. يقولك أنا لازم الحاجة السعر. طب احنا ممكن نستعيدنا بحاجة تانية. تيجل بموت وتقولي أنا لازم أعصار مع لابة من بره. الولد بيموت فيه. طب انا ممكن أعملها في البيت. أنا ممكن شاهدة لابة فراوله واضرمه في الخلط والعلى كده الولد مستحيل يجلو سمنة ومستحيل الولد بعض بكرة يشتكي من حاجة تاني من مشاكل في المعدة لكن طول ما أنا معتمدة أني لازم أن أنا أأكل الولد برة لا مش صح فده بالنسبة للأطفال يعني الوجبات الجهزة دي طبعا مش مطلوبة ومرفوضة ويعني لو كانت موجودة عشان بس الأطفال ما تتضيقشي تبقى مثلا مرة ولا حاجة كل شهر ولا مرتين في الشهر بكتير عشان بس أنا أعرف أن أزبط ولاد حياة وحتى الولد لما يكبر مستحيل الأم في البيت اللي بتربي أولاد على حياة صحية سليمة مستحيل إنها تتعب بعد كده خلاص هي تعود الولد إن فيه أكل صحي في البيت تعود إن الولد إن الحاجات دي يعملها في البيت حتى لما يكبر بكرة ويفتح بيت أو الأم تبقى أم تانية خلاص ديناها تبقى يعني خلاص سهلة إحنا تعلمنا دا وتربنا مع بعض عليه تعلمنا إن إحنا ما ينفعش إن إحنا ناكل أكل من السليم ما ينفعش إن إحنا ناكل والنام دا أخطر حاجة بيعملها يجي عحدة عندي في البيت يقول لي لا دا أنا برجع سأسفها بالليل أنا لازم أكل بالليل طيب ممكن حاجة تأكل على قد ما تقدر وتقعد شوية لحد الساعة 18 وقت لا لأ أصناها منها الأكل إيجهز وبتاعة تكون الساعة 18 و 18 أكل دا دا خطر خطر على المهد وده اللي بيجي مشاكل كبيرة جدا 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 إحنا في غنى عنها هل التأثير في تناول أغذية الصحية السليمة دا بيأثر على التحصيل بتاع الطالب والطفل أكيد طبعا أكيد يا فنة حاك لما لما الولد النهاردة يأكل تأخر بالليل هيقوم مش قادر يقوم لأن خلاص الأكل التعب وأجهد يعني البلد نايم في جوم همضوه وتعبان هروح مدرس قصة مش حاسي يروح بينام في الفصل لأن بعض المرضى عندي أولاد جوني نصحتهم إن هم يفترب لمنزله الولاد كان بينام في الدراس يعني فيه ناس بدلس عمتأخر وتدهم صندوتيات أو لانش بوكس بتاع الطالب فمنا ما يبقى كلها على 11-10 كل الوقت بدأ ينهان أول حصة من دراحين منهم فتحصيله سفر فمش كامل ركبة فنحتاج تاني للدروس الخصية عشان الوقت مش مركز المدرس فنديره درس خارجي فأداية دي مشكلة مش حلوة بعض الأطايمة اللي في حياتنا اللي ممكن تعالج بعد كتير من الأمراض إحنا مش في غينة عن ناخد دواء يعني مثلا هناخد حاجة مثلا نوضح لحضرتك والبرنامج بتاعنا الكريم الضغط إحنا ممكن نلعب عليه بالأكل لفضل الضغط اللي لسه في بداية مريض الضغط مش واحد مثلا الضغط هو أصل 180 مية ممكن بعض الأطايمة تنزل الضغط أو ترفع الضغط ليه أنا ما يكونش عند الثقافة المريض نفس يكون عنده الثقافة دي عند حالتك دكتور طيب فيه برضو بعض الأعمار السنية الأكبر بقى اللي هي بقى يعني عدة مرحلة النطج والشباب بيبقى محتاجين فيتامينات وحاجات كده عشان تقدر يعني تستعود بعض الأغذية اللي هما ما بيأكلوهاش أو حتى بيأكلوها وبقى فيه نقص فيها في الجسم فهل فعلا الفيتامينات دي لها دور فعلا في سن معينة ولا فعلا برضو الأغذية الطبيعية والسليمة هي المصدر الرئيسي كلام حكس صح 100 في 100 هو الأكل اللي بقول حاجة ده نستعيد عنده بأي حاجة يعني الأكل ده فيه فيتامينات زي ما احنا عايزين أنا برضو معلش كامل حاجة برضو موضوع الضغط بلاش ضغط شد العضل أنا وريك إزاي الأكل بأسر في حياتنا وبقى شرطا أنت لو قالت حاجات فيها بتاسم كتير شد العضل ده يروح بشارطا أن يكون ده إجهاد عضلي يعني أنا مجهد أن أنا تعاملت مجهود فتعبت فتجانة شد العضل مش رحة مثلا عنده مشكلة تاني مشكلة هزامة وفقرات لو كالموض كان حاجات هيب وتاسم شد العضل ده يروح ويقول لك والله ده نصلا عضم وجاني خد حاجات فيها كالسوم كتير زي الألبان ومشتقطة كلها هتلاقي الوجه ده يروح إذن الأكل بلعب يعني التغذية السليمة بلاش الأكل تغذية السليمة بتلعب دور مهمة في حياتنا احنا ممكن بيها طب نرجع معلش لحظة بحسة أخذها من وقت حضر الأدوية ده أصلا مستخلصة من إيه؟ من الأكل بس إحنا لأسف لا أخذ برشان من توطط ضغط طب أنت ممكن تصبق أكل عندك دكتوري حمل أكد على كلام حضرتك أنه فعلا لازم نهتم بتوقيتات الأكل ولازم نهتم بالأغذية الطبيعية السليمة لأنه ناخد منها كل الفيتامينات اللي ده يقدر تخلينا قادرين على ممارسة حياتنا اليومية في نهاية فقرتنا احنا بنشكر دفنا الدكتور منتصر المهندس أخصائي تغذية بكلية طب جامعة القاهرة نورتنا يا دكتور اسمحوا لي أعزائي مشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم مع فقرة فنية شبابية استنونا يعني هتعجبكم أول فقرة دي هنرفع فيها عن نفسنا ومفاجئة الحلقة النهاردة فاصل ونرجع لكم مرة تانية ويكون التدريب منحة مجانية لهؤلاء الشباب ولا يشترط أن يكون الشباب من أعضاء هذا التحالف ولكن الشرط الوحيد أن يكون الشاب لديه الرغبة في أن يكون شخصية عامة ويملك القدرة والصبر على الاستمرارية وأن يكون أيضا لديه المؤهلات التي تؤهله لذلك كفكرة جيدة أو رؤية جادة أو نشاط سابق على أرض الواقع وليس على الورق وبذلك سيكون لدينا وقودا قويا لتحريك الوطن للأمام وقوة دفع له نحو البناء وحائط صد من أجل الدفاع عن هذا الوطن وبعد الانتهاء من التدريب ونجاح الشباب في هذه التجربة يتم تصويقهم بشكل جيد والانتفاع بقدراتهم وثقافتهم الجديدة وعرضهم على المسؤولين بداية من السيد رئيس الجمهورية وانتهاء بالأحزاب والنقابات والجمعيات ومراكز الشباب المشروع القومي الذي نحن بصدده الآن به عشرات التفاصيل التي أحتفظ بها لمن يرغب في الإطلاع عليها كاملا ويرغب في التطبيق والتنفيذ وأخيرا وليس آخرا أملك مقولة أوجهها من الشباب إلى الكبار أنتم ونحن كالقافلة أنتم ونحن كالقافلة بدونكم لن تخطو الخطوة الأولى وبدوننا لن تسير لن تسير جملة وكلمات نتقط بها وتمنيتها أن تحدث وتتحقق واليوم أراها على أرض الواقعي في يومنا هذا الشباب يتحدث نعم اليوم الشباب يتحدث وفي النهاية أختم كلمتي بأهم ختام ولكنه البدء لي وليس الختام أردد وأقول أليس من حقه هذا الجيل أن يحلم أليس من حقه هذا الجيل أن يحلم أليس من حقه أن يعني عن أحلامه وطموحه نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر